القضية الفضيحة مستمرة خطوط عسكرية اهمال وتعيينات عناصر تفي بهدف المسؤول ترويح على خزينة الدولة وكله من جيبة المواطن تلفزيون مستقبل واستكمالا لملف مرفأ بيروت يستعرض اسبابا ومعلومات لتكون برهن حكومة كلنا للعمل الرقم يبدأ بمليار واربعمائة مليون دولار سنويا هو رقم يحمل صفة المهدور اين وكيف ولماذا اسئلة تنحصر اجوبتها ضمن عنوين اربعة غض النظر الفراغ الاداري الخطوط العسكرية المجاهدة والتعيينات الالهية نسمع عن هدر كبير في الجمارك وخاصة على مرفأ بيروت البعض يقدروا بمليار واربعمائة مليون دولار البعض يقدروا بارقام اكبر من هيك لكن بغض النظر عن الرقم كان ميت مليون او كان ثلاث مليارات دولار هناك كارثي موجودة في موضوع الدخل الجمارك نتيجة اولا هذا التهريب عم بتم تحت وهج السلاح تانيا هناك غض نظر متقصد من الاجهزة الامنية الموجودة بالحفاظ على الامن والمسؤول عن مرفأ بيروت النقص في عديد الجمارك وتجهيزات الجمارك والمعدات اللازمة لضبط التهريب من خلال المرفأ بالوقت اللي عم نشهد تعينات بقطاعات الدولة بتسويات وصفقات بين الافرقاء السياسيين وعم يتغاضوا عن تعينات في المرافق المهمة اللي بتأمن دخل ودخل كبير للدولة كالجمارك اللبنانية وغيرها من المرافق اللي ممكن تعمل دخل للمالية العام فتح الملف وبدأت التحركات هنا وهناك لا لمعالجة الموضوع وانما لتغطيته اكثر هناك مرافق عديدة يتم فيها هدر المال العام وموارد الدولي لا تحصل واحيانا تحت نظر الحكومة يعني لما ترحل الموضوع الوزير العريضي ما بعتقد الحكومة ورئيس الحكومة كان اول مرة بيسمع بهذا الموضوع على الحكومة ان تكون حازمي في هذا الموضوع قبل متقول في سلسة رواتب او ضرائب او رفع التذي اا او التحسين العقاري ضرائب التحسين العقاري اللي كل الى مفعيل سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى المالي العام تروح تحصل مواردة اللي هي الى حق فيها واللي عم تروح من ضرب الشعب اللبناني قبل ما يلجأوا لجيبة المواطن اللبناني ارصفة خاصة مصالح خاصة وبضائع خاصة تمر يوميا عبر مياه بيروت لتصل مباشرة الى المرفأ قبل ان يتم تهريبها اما المواطن فما زال بانتظار مصدر تمويل لاقرار سلسلة تكفل له لحد الادنى من العيش الكريم